من المدرب اللي كان ديفيد سيزا بينظر له كمثل أعلى في إيطاليا ممكن فيه مدربين كتير كويسين داخلوا التاريخ أعتقد في واحد منهم عمل ثورة في تدريب كوات القدم هو أوريكو ساكي طبعا عرفينه في مصر حتى كويس جدا ده مدرب كبير جدا أوريكو ساكي وغير نظرة التدريب وغير نشتغل بطريقة مختلفة بفضل الطريقة اللي حطها واشتغل بيها وأعتقد إحنا كلها بنتبع طريقته لغاية دلوقتي طيب أبرز النجوم اللي أشرف على تدريبهم ديفيد سيزا في أندرلخت فترة أخيرة كان فيه لعيبة كبيرة مرنتهم فيه لعيبة بترعب عندها كبيرة فصلا في سويسرا أو في بلجيكا أنا كان لديه الحظ أن أقبلهم واشتغل معهم وطبعا في ندي الأهلي هنا فيه لعيبة عامة وتاريخ لنفسهم ونديهم وحاجة طبعا شرف ليه نشتغل معهم وسعادة كبيرة بالنسبة لي